اشتركوا في القناة قد وقعت ماساء يومه السبت بين الدراجة النارية وقطار كان قادما من مدينة فاس في اتجاه وجدة وذلك على مستوى منطقة حوض الرطم بمدينة جرسيف قرب قنطرة بربحية واستنادا لما اوردته مصادر مطلعة فهن تفاصيل الحادثة تعود لفرار السائق الدراج الذي كان رفقة مرافقه من الحاجز الامني لواغثه القطار قرب المنطقة المذكورة مما تسبب الاستائق في اصابات خطيرة نقل على اثرها صوب مستعجلات مستشفى جرسيف على متن سيارة اسعاف هذا وحلت المصالح الامنية رفقة عناصر الدركة الملكية وممثلة السلطة المحلية بعين المكان حيث باشرت تحقيقا قضائيا بتعليمات من النياب العامة المختصة وذلك لتحديد كافة الظروف وحيثيات النازلة موسيقى موسيقى